أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف أن تكون هناك تنمية لعدد من المناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف دخول الدولة في استثمارات كبيرة واكتذاب استثمارات أجنبية ولفت مدبولي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مؤكدا أهمية احتضان الشركات الناشئة كما شدد مدبولي على أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة أخرى مشيرا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع الطيار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة اختتم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي لقاءته مع 12 عضوا بالكونجرس الأمريكي بلقاء كل من النائب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب والسينتر جون أوسوف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ والسينتر كريس فان هولن عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي هذا وأوضحت الخارجية في بيان أن اللقاءات أتاحت الفرصة لاستعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وما شهدته مصر من تقدم على صعيد حقوق الإنسان كما عكست اللقاءات إدراكا متزايدا من أعضاء الكونغرس للدور المصري البناء في المنطقة وتطورات التي تشهدها على مختلف الأصعدة والخطى الحثيثة التي تخطوها لدعم الأمن والاستقرار على الرغم من الاضطرابات الجسيمة التي يعاني منها الشرق الأوسط كما التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بكل من السينيتر ديك ديربن والسينيتر جيف ميركلي والتقى بالسينيتر الديمقراطي جاك ريد رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ وأوضحت الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي استعرض أهم التطورات التي تشهدها مصر على صعيد التنمية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث قدم عرضا حول تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية هذا وأكد وزير الخارجية على استمرار جهود الدولة المصرية في العمل على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة كما استعرض الدور الذي تطلع به مصر للتعامل مع الأزمات في السودان وليبيا والصومال حيث تعمل مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة استشهد فلسطينيون وأصيب أخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين من بينهم نساء وأطفال وذلك جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بيتلاهية شمال القطاع ما أصفر عن وقوع عدد من الإصابات كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع ما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي أن الهجوم الذي تشنه كييف على كورسك الحدودية الروسية أرغم موسكو على نقل أربعين ألف جندي إلى تلك المنطقة وأوضح زيلانسكي أن الوضع في الجبهة في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا مقلق للغاية حيث كان الجيش الروسي قد أحرز تقدما في الأشهر الأخيرة مشيرا إلى أن كييف تمكنت من تقليص قدرات موسكو استقبل وزير السياحة والأثار شريف فتحي رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد الفهيد وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة العربية للسياحة خلال الفترة المقبلة حيث أكد فتحي أهمية التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة لتنمية وتطوير السياحة العربية بالمنطقة وتشجيع وزيادة حركة السياحة العربية مثمنا على الدور الذي تقوم به المنظمة في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية شكرا